فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقفنا شيخنا الحبيب مع بعض آيات الصيام في الحلقة الماضية والتي قبلها ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة قول الله عز وجل بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وليتكملوا العدة وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم فضل الشيخ الحبيب هنا يبارك فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أنا الصلاة والسلام رب الشح لصدري وأسر لأمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا مجاعدته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل نعم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهناك ارتباط وثيق ما بين رمضان وما بين القرآن نعم وارتباط وثيق ما بين الصيام وما بين القرآن تستشعر أن تلاوة القرآن في رمضان لها مذاق يختلف عن باقي العام نعم هو القرآن وهو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وجماله في كل وقت لكن في رمضان تجد من نفسك أنك تستمع أنت كمتلقي بتستمع بطريقة مختلفة عن سماعك في غير رمضان حتى في الصلاوات تجد التلاوة صحيح آه في التراويح وفي التهجد وأنت حتى عندما تجد الناس العادية قل ما يمسك بمصحفي نعم لكن في رمضان سبحانه وتعالى ما أول يوم في دين مسك مصحف؟ نعم سبحانه وتعالى لا تجد أحدا في سيارة أو في مترو أو في قطار إلا هو ممسك بمصحفي يقرأ فيه فده حاجة صحيح سبحان الله فالبشرد التعلق شايفنا الحبيب حتى تعلق بأصوات القرآن الكريم يعني أصوات بعض القرآن الشيخ محمد رفعت وشيخ محمد باصل وشيخ محمد صدق من شاوي وفيره لما بنسمعهم بعد رمضان بذات في وقت العصرية نفتكر إن لأ نحن كل نسمع الشيخ محمد رفعت في التوقيت ده بيقرأ القرآن قبل المغرب يعني فنرتبط سبحانه ارتباط عجيب بسماع القرآن وقاية القرآن نعم صحيح فهناك ارتباط وصيق ما بين القرآن وما بين رمضان فالله سبحانه وتعالى يقول شعر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم إذا فرض علينا صيامه فسبحانه وتعالى أنزل القرآن أنزل كما يقول ابن عباس دفعة واحدة أي مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى ثم أنزل منجما أي حسب الوقاء والأحداث على مدى 23 سنة فهو أنزل دفعة واحدة في رمضان نعم وبداية نزوله في رمضان في ليلة القدر نعم اقرأ فكانت بدايتها في ليلة القدر فإذا هو نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى ثم نزل على مدى 23 عاما من أول يعني بعثة نبياء السلام حتى قبيل وفاته حسب الوقاء وحسب الأحداث هدى للناس هذا القرآن فيه هداية الناس نعم فيه هداية الناس وبينات من الهدى والفرقان آيات واضحات ودلالات واضحات وفرقان ما بين الحق وما بين الباطل كلام الله سبحانه وتعام ثم أعود الكلام للصيام نعم فمن شهد منكم الشهرة فليصم فليصم هذا ناسخ للتخيير الذي كان في الآية التي قلنا أنها على أنه كان بالبداية الصيام كانت على التخيير من أراد أن يصوم يصوم ومن أراد أن يطعم يطعم فنسخت الآية على الذين يطيقونها فدية طعام مسكين نسخت بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصم فهذا الآية تكون منسوخة عند جماهير أهل العلم وليست منسوخة عند ابن عباس وبعض أهل العلم الذين قالوا هي ليست باقية على في حق الشيخ الكبير نعم والمرأة الكبيرة والحامل والمرضى فقال هي با ليست منسوخة نسخاً كلياً وإنما هو نسخ جزئي نعم وبقيت على ما هي عليه لكن بالنسبة للشيخ الكبير وللمرأة المتقدمة في السن وللحامل وللمرضى فمن شهد منكم الشهرة فليصم الأمر للوجوب نعم الأمر هنا للوجوب ولا قرينة تصرف ومن الأول كتب عليكم الصيام فالأمر وجوب فمن شهد منكم الشهرة فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر نعم فعدة من أيام أخر طيب هذه الآية تكررت بالضبط معنى نعم نعم تكررت نعم تكررت معنى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى وعالذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه الآية دول التي تليها فمن شهد منكم الشهرة فليصموا من كان مريضاً أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر نعم نسأل ما السر في التكرار هناك سر أن ربما يستشعر المتلقي أن هذا نسخ بكمله أيضاً فلما الله سبحانه وتعالى يأمر جزماً فمن شهد منكم الشهرة فليصم فلو الآية توقفت على هذا سنفهم أن التيسير الذي كان في الآيات السابقة التي نسخت نعم فمن كان منكم مريضاً أو على سفر نفهم منه أن هذا أيضاً نسخ فالله سبحانه وتعالى إعادة من أجل هذه الفائدة وهذا من عظمة القرآن سبحانه الله ومن بلاغة القرآن نعم فلا تجدوا هذا في أسلوب بشري ولم أقلناه وخلاص صحيح فمن كان منكم مريضاً أو على سفر لا الإعادة ليست من أجل التكرار أو التأكيد وإنما الإعادة لبيان أن هذا لم ينسخ نعم يعني أمر الله سبحانه وتعالى بصيام شهر الرمضان لكن ظلت تخفيفه بالنسبة للمسافر والمريض على ما هو عليه لذا فإن الله أعادها حتى لا يفهم المتلقي أن ذلك قد نسخ فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أهام الأخر يريد الله بكم اليسرى واضح أن الصيام كلها على التأسير صحيح والله سبحانه وتعالى لم يتعبد عبادة بالمشاق لا توجد عبادة إلا في استطاعة العبد لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعادة قاعدة فالذي يقول هذه شاقة عليها ليست شاقة ونعم الإبادات لا تخلوا من بعض المشاقة لكن المشاقة محتملة صحيح مشاقة محتملة وإلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعادة إلا وسعادة ده صحيح فالله سبحانه وتعالى يريد التخفيف بنا وتجد العزم والرخصة العزيمة ومعها الرخصة سبحان الله فهنا أيضاً في الصيام فمن كان مريضاً على صف عيد يريدوا الله بكم اليسرى نعم ولا يريدوا بكم العسرى نعم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله آه رمضان أو لتكبروا الله على مهداكم على مهداكم لعلكم تشكرون أخذ منها العلماء أنه تكبير يكون في آخر ليلة من رمضان نعم هذه مسألة أيضاً خلافية لأنه من قال أن تكبير العيد يكون من الذهاب إلى مصلى العيد ومنهم من قال مستدلاً بهذه الآية أن التكبير يكون من ليلة العيد وهذه مسألة خلافية بين أهل العيد نعم تمام شيخنا الحبيب سائلة كريمة تسأل هل يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام للحاجة أم لا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتوسع في ذلك يعني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا مانع أن يتزوق الخل أو غيره على أن لا يدخل ذلك إلى الحلق إلى الجوف إلى الجوف إنما من أجل يعني المرأة تطهي الطعام تتزوق طعم الملح باللسان ثم يعني تمجه لكن لا يصل إلى الحلق لكن لا يتوسع في ذلك كما قال الشيخ السلامي تيمين قال للضرورة إن كانت هناك ضرورة وأرادت أن تتزوق على ألا يدخل ذلك إلى حلقها نعم إنما تتزوق باللسان ثم تمجه مرة سنة نعم لا سيما إذا حدث يعني إذا قبل فأنزل نعم أمزى فأمزى نعم 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 فأمزى إذا أمزى فهل يفسد صيامه أم لا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لو قبل وأمنى فقد بطلها نعم نعم صحيح إذا قبل فأمزى نزل منه المزء نعم وهو الذي يكون عنده مدعبة الأهل ويكون عنده الشهوة نعم من أهل علم قال يؤدي الإفطار نعم قال من مزء يؤدي الإفطار ومنهم من قال إنه ليؤدي الإفطار وهذا الذي أرجحه أن الرجل إذا قبل زوجته فأمزى أو هي أمزك فيتم صيامه لا شيء عليها إذا والراجح والله أعلم نعم إذا حدث نزول مزين فلا شيء عليه إن شاء الله والمزجة للمنين نعم صحيح نعم سائل يسأل عن الاستحمام أثناء الصيام يعني البعض إذا شعر بالحر أو بالعطش يستخدم الاغتسال أو الاستحمام يعني فهل يؤثر ذلك على الصيام أم لا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نصول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لا لا يؤثر والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في حديث أم المؤمنين عائشة نعم أنه كان يأتي أهله ثم يغتسل هو صائف نعم عليه الصلاة والسلام بل وأنه في مكان كان النبي عليه الصلاة والسلام في صفر أو في غزو من غزوات وكان الجو شديد الحرارة اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام نعم فيجوز أن تغتسل من شدة الحر فلا شيء في ذلك يعني نعم كما أتذكر كان أظن لابن عباس على ما أتذكر كان له زي كده أنا هند الوقت أقول بنيو نعم بس هو كان يجلس فيه في الحر على ما أتذكر يعني من شدة الحر يتبرد به يعني نعم طيب المضمضة والاستنشاق شيخنا الحبيب حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام وهل هذا الأمر له ضابط بأن المبالغة فيهما أو كيفية المضمضة والاستنشاق بشكل الصحيح أثناء الصيام نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرنا في حديث عمر رضي الله عنه لما قبل زوجته والنبي عليه الصلاة والسلام قاس له على المضمضة نعم قال فرأيت أنت مضمضت أني هل هناك عليك شيء في الصيام قال لا قال ففيما يعني زي فالمضمضة جائزة والاستنشاق جائز حتى وإن كانت المضمضة لغير الوضوء جائز على شرط أن لا يدخل ذلك إلى الحل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأوقات العادية بالك في الاستنشاق يتأخذ الماء وتدخله إلى طب إن دخلت بغير قصده لا شيء عليه إن كان بغير قصد وغير التعمد وحاول أن يخرجها ولم يستطع فلا شيء عليه وتم صيامه نعم إن شاء الله تمام الحجامة البعض يسأل عن الحجامة في نهاي الرمضان هل يفطر من قام بعمل حجامة أم لا؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نصر الله صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية وسبب الخلاف فيها الأحاديث التي وردت فيها نعم لأنه ورد حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم فنجد فريقا من أهل العلم أخذ بهذا الحديث وقال الحجامة تؤدي إلى الإفطار لكن هناك حديث أخرى وردت أيضا صحة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وصائق نعم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وسئل صحابي أكنتم تحتجمون تنهون عن الحجامة أثناء الصيام أو كنتم تحتجمون أثناء الصيام قال لا إلا أن نجد مشقة يعني في مشقة يعني يتعب يعني من الحجامة أغز دم نعم لكن في غير ذلك فإنه يجوز أن يحتجم فالمسألة خلافية بحسب الأدلة التي وردت فيها ففريق من أهل العلم قال أفطر حاجم والمحجوم هذا ناسخ اللي احتجم النبي وصائق عليه الصلاة والسلام لكن الحقيقة نحن ليس معنا تاريخ الحديثين فمسألة الناسخ والمنسوخ دي من أصعب المسائق حتى قولي بن شهاب الزهري يعني أعي الفقهاء أو المحدثين معرفة الناسخ والمنسوخ وكلامه هذا يصب على ما لم يأتي فيه التصريح بالنسخ يعني لما يذكر الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله على السلام مثلا تركه لضوء ما مست النار هذا ناسخ سهل لأنه وضح الصحابي وضح صحابي لكن الإشكال فيه لما يأتي حديثان ولا نعرف التاريخ فهنا لابد أن مسألة أصو نسخ يعني أرفع حكم أرفع حكما متقدما بحكم متأخر لذا فهذه المسألة صعبة جدا فلا نقول بالنسخ يعني إلا لو عندنا قرينة على النسخ فلو أننا نظرنا إلى كلام الصحابة وإلى فعل الصحابة وأنهم كانوا يحتجمون وأنهم كانوا ليبتعدون الحجام إلا من أجل التعب أو المشقة فهذا يرجح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أن هذا كان بعد ما قال أفطر حجم ومحجوم أو نوجه من أجل أن نجمع نحن أول أفطر الحاجم والمحجوم أي كاد فعلهما أن يؤدي إلى إفطارهما يعني وبعضهم قال إذا يعمل الحجامة ده إذا مصت دم يعني هو ممكن بيمصوا كده نعم آه فقال هذا يؤدي إلى إفطار فأولوه على ذلك لكن هي عند جمهور أهل العلم الحجامة جائزة ويتفرع عليها التبرع بالدم آه التبرع بالدم نفس الحكم نفس حكم الحجامة نعم آه نفس حكم الحجامة لكن إنسان إذا لم يحتاج إلى الحجامة في النهار فأن نبتعد عن خلف أهل العيل بالضبط وأن نجعلها ليلة نعم لكن لو احتجم فالجموع لأنه الحجامة بالنهار ليست مفترة نعم بل أنا سمعته أن الحجامة في المساء من السنة يعني ليس النهارا تقريبا على ما أذكر الله في أيام اللي هي السابع عشر والتاسع عشر نعم والحادي وعشرين كان الأسر في كلام ومساء كان الأسر في كلام لكن عمل بها يعني فريق من الصحابة والعلماء نعم تمام سائر يسأل عن الحقنة الشرقية نعم وهذا يعني من باب الإفادة للمشاهدين الكرام ممكن نسأل أيضا أو نوضح موضوع الحقنة المهبلية أيضا نعم وكذلك اللبوس الشرقية أو المهبلية نعم هل نفسه حكمة أم لا? نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والسلام الحقنة الشرقية هي الحقنة التي تدخل الماء إلى الجوف نعم تدخل الماء إلى الجوف جمهور أهل العلم أنها مفتر الجمهور عنها مفترة قالوا الحقنة الشراجية مفترة لأنها تدخل ماء إلى الجوف وفريق آخر قالوا ليست بمفترة ليست بمفترة لأنها لا تؤدي الغرض من الطعام والشراب وإنما هي شيء من أجل العلاج فبالتالي قالوا أن الحقنة الشراجية ليست مفترة وفريق ثالث قال يرجع إلى الأطباء في ذلك كشيخنا الشيخ ابن عسيمين عليه رحمة الله قال يرجع إلى الأطباء فإن قالوا أن الحقنة الشراجية تقوم مقام الماء في أن الإنسان يرتوي منها فهي مفترة وإن قالوا أنها لا تقوم مقام الماء في أن الإنسان لا يرتوي منها فقال هنا تكون ليست مفترة يعني علق الأمر على سؤال أهل التخصص في المسألة إذن تحرر عندنا سلاسة آراء رأي الجمهور أنها مفترة رأي ثاني أنها ليست مفترة ورأي ثالث جعل الأمرأة إلى الأطباء الراجح هنا شيخنا الحبيب الراجح أرى أنها ليست مفترة إن لم يأخذها الإنسان متعمدا يعني هو يشعر بأنه عطشان أو كده يقوم يتعمد أنها مصحب نشارة جاي لكن هو لو أخذها في حالة مرضية فنسأل الله الشفاء لجميع مرضانا ومرضى المسلمين فأرى أنها ليست مفترة لكن إن لم يحتاجها بالنهار يبقى لا يستعملها إن يحتاجها لمرض أو لعلة أو لإشاعة أو كذا فهنا أرى أنها ليست مفترة وكذلك اللبوس والحقنا المهبلي وكذلك اللبوس الشرقي أو اللبوس المهبلي وهذا أقل من الحقن الحقن فيها ماء صحيح فيها ماء هو الخلاف يأتي بين أهل العلم فازين المسائل في مسألة الجوف هل الجوف فقط هو ما يأتي عن طريق الأنف والفم ولا هو كل ما يدخل إلى الجسد وإن كان الحقن الشرقية أو غيرها الخلاف من هون فالرجح والله أعلم أن الحقن الشرقية ليست مفترة طالما هو يستعملها لضرورة يعني لا يتوسع فيها إن لم يحتاجها بالنار لا يفعل مراعاة لقول الجمهور في المسألة والله أعلم نعم السؤال الأخير فضلت الشيخ الحبيب قبل الفاصل هل يجوز وضع الكحلي للمرأة الصئمة؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ورد حديث ليس بصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالإسم للمروح يعني اللي فيه مسك يعني اسم للنوع من أنواع الكحل إلا أن وليتقه الصائم نعم فالحديث ليس بصحيح ليس بصحيح وبالتالي فيبقى الكحل على الإباح يبقى الكحل على الإباح فاجوز للمرأة أن تضع الكحل في نهار رمضان وليس عليها شك نعم رضي الله عنكم شيخنا حبيب وقزاكم الله خيرا مرأة بارك مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى فابقوا معنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم وأجدد تحية والترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي مرحبا شيخنا الحبيب رضي الله عنكم الله يحفظك شيخنا الحبيب قبل الفاصل كنا في إجابتي على أسئلة في السائلين ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل سائل يقول الحقنة في الوريد أو العضل هل تؤدي إلى الإفطار في نهار رمضان أم لا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نصو الله علي الصلاة والسلام فرق بعضهم بين حقنة العضل وبين حقنة الوريد اعتبرنا حقنة الوريد في الدم يعني نعم والراجح في هذه المسألة أن الحقنة إن كانت للتداوي للعلاج يعني سواء كانت في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد نعم فإنها ليست مفطرة نعم المفطر إذا أخذها من أجل أن يتقوى بها على الصيام نعم يعني مثلا ممكن إنسان بياخد حقن فيتامينات في أيامه العادية لو أخذ حقن فيتامينات في الصيام لا شيء عليه لكن لو أنه تعمد في نهار رمضان أن يأخذ حقنة من أجل أن يتقوى على الصيام فلا شك أن هذا يؤدي إلى الإفطار والله نعم وهذا من جمال الشريعة في الحقيقة وتيسير الله سبحانه وتعالى يعني طيب قطرة الأنف شيخنا الحبيب البعض يسأل هل قطرة الأنف تفطر في نهار رمضان أم لا؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام هذه مسألة خلافية أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما صائما نعم فقال الاستنشاق سيكون عن طريق الأنف وبالتالي فإن قطرة الأنف هذه تكون عن طريق الأنف هي إن لم تنزل إلى الجوف فليست مفطرة نعم نعم إن لم تنزل إلى الجوف حتى يأتي منك شيء حال مجه سقه يعني نعم فليست مفطرة والله تمام طيب ذكرت فضيلتك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاقي إلا أن تكون صائما وهنا السائر يسأل عن استخدام السواك لا يسلم أن السواك سنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي نفس السؤال قد يعني أخذنا إلى سؤال آخر وهو استخدام فرشة الأسنان أو معجون الأسنان في نهار رمضان فما هو حكم السواك وما هو حكم استخدام معجون الأسنان نعم الحمد لله والصلاة والسلام وعن صلى الله عليه الصلاة والسلام قبل أن أجيب أذكر أن مسائل اللي حداك بتسأل فيها معظمها مسائل خلافية نعم حتى يعني ربما استمع البعض لغيري مثلا يقول أن قطرة الأنف مفترة فكل مسائل هذه المحل خلاف بين أهل العين يعني تجد من يقول أن قطرة الأنف مفترة يقول أن قطرة الأنف لازم مفترة والإنسان يرجح حسب من يرى حسب اجتهادي في المسألة لكن كلها جلها مسائل خلافية حتى لا يقول يعني أننا نتشتت نحن نقول مسائل هذه مسائل خلافية نأتي لاستخدام السواك لم يرد نهيهم فيما أعلم عن استخدام السواك إنما الذي قال بعدم استخدامه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم لخلوف وفام الصام يأتي أطيب عند الله من ريح المسك فقال الخلوف اللي هي الرائحة المتغيرة التي تكون في الفم نتيجة الإنسان لا يأكل ولا يشرب الساعات طويلة فهذه الرائحة التي أنت من الممكن أن تتقزز منها الإنسان هذه أطيب عند الله سبحانه وتعالى لماذا لأنها ترتبت على طهر ترتبت على عبادة ليس معنى ذلك أن أأتي بجوارك وأعمل لك كده لكن لك لا تتقزز من داء أطيب عند الله من رحمه الله هذا ليس معنى أن أتحمل هذا تكريم للصائم أيه آآآآ فهذا إن حدث وتحدث معك أحدهم وشممت منه رائحة غير طيبة في البطاعة من هذه الرائحة بسبب عبادة وبسبب هذه العبادة هي طيبة عند الله سبحانه وتعالى فقالوا إن السواك يؤدي إلى تغيير هذه الرائحة وأنا أرى أن السواك جائز حتى منهم من قال يجوز قبل الظهر ولا يجوز بعد الظهر أرى أن السواك جائز في كل الأوقات والله أحد نعم طيب فرشات الأسنان أو معجون الأسنان هي أيضا متفرعة على ذلك لكن على ألا يدخل المعجون إلى الجوف إلى الحلق لكن يعني الأفضل حتى لا يجيط طعم المعجون وكذا يعني يجعل غسيل الأسنان بعد الصعور قبل الفجر لكن لو استعمل على شرط ألا ينزل ذلك إلى جوف فإذا جائز والله أحد تمام ابتلاع البلغم في نهار رمضان لا سيمة أن نرى بعض المرضى في الحقيقة الذي لا يستطيع أن يقضي طوال اليوم دون أن يخرج هذا البلغم من حلقي فهل يفطر أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أن يمر بالفم قالوا هذا ليس بمفطر أرى والله أعلم أن النخامة هذه ليست في حكم الطعام والشراب ليست من الطعام ولا من الشراب فأرى أنه لا تؤدي للإفطار لكن إنسان إذا وجد مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف فإذا كان في إمكانه أن يتخلص ما يتخلص لكن لو أرى أنه ليست مفطر نعم تمام سائر يسأل عن ابتلاع الدم اليسير الذي يخرج من اللثة أو من الأسنان في أحيان كثيرة فضلت الشيخ يعني قد يحدث عند الإنسان دم ينزل من اللثة في أثناء النهار فهل إذا ابتلع هذا الدم أو ما شابه يعني هل يفطر أم لا؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الدم اليسير أيضا لا يؤدي إلى الإفطار هذا دم يسير مثلا خلع درس خلع سنة بيستعمل السواك نزل يسير الدم ولم يتعمل أن يبتلع ذلك فأرى أنه ليس بمفطر والله أعلم نعم تمام سائلة تقول عليها أيام من رمضان لم تقضيها حتى جاء رمضان التالي نعم فماذا عليها؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأصل أن تقضي ما عليها من رمضان قبل رمضان التالي نعم يعني أيام أخر يعني هي نعم على التراخي لكن إلى رمضان القادم طيب إن جاء رمضان ولم تقضي ما عليها جمهور أهل العلم قال تقضي وتطعم تقضي وتطعم يعني تقضي الأيام التي فتتها والإطعام لأنها تجاوزت رمضان التالي الجمهور قالوا ذلك لكن وجدنا من أهل العلم كأبي حنيفة وبعض أهل العلم قال ليس عليها إلا القضاء لأنه لا يوجد نص جمعة بين القضاء وبين الإطعام وأرى أن ذلك هو الراجح أن المرأة إذا لم تقدم عليها من رمضان لكن يعني يكون ذلك بعذر ليست متعمدة يعني أنا كيف أتعمد ألا أقدم عليها من رمضان والغالب إن المرأة التي لا تقدم عليها من رمضان هو دخل رمضان التالي يكون يعذر من أجل الرضاع من أجل الحمل من أجل كذا فأرى أنها تقضي فقط والله أهل نعم طيب شيخنا الحبيب ماذا تفعل المرأة الحامل وكذلك المرضع في صوم رمضان نعم الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة الحديث يعني وعن الحامل والمسافر والحامل والمرضع الصوم فهذا في الحديث فوضع عنها الصيام فالعلماء قالوا وماذا عليها نعم ماذا عليها ففريق قال تقضي وتطعم كما قلنا في المسألة تقضي وتطعم وهذا عليها أكثر أهل العلم وفريق قال عليها القضاء فقط وفريق قال عليها الإطعام وأنا أرى إما أن يكون عليها القضاء فقط أو عليها الإطعام وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كانت له ابنة وهذا كانت أم ولد أو زوجة وأفتها الزوجة والابنة أو أم الولد أن تفطر وتطعم أن تفطر وتطعم فهذا صح عن ابن عباس وعان ابن عمر رضي الله عنهما فإذا أطعمت عن كل يوم مسكينا فذلك جائز أو تقضي ما عليها والله أعلم سائل يسأل يقول نسيا فأكل أو شرب فهل يتم صوم اليوم أم لا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وثقه فالإنسان يتم صومه أن كان المالكية فرقه بين صيام الفرد وبين صيام النف لكن الراجح أنه لا فرق في ذلك بين صيام الفرد وبين صيام النف والحديث الذي ورد في التفرقة أن هذا بين الفرد والنف لم يصح وبالتالي فالأصل أن نعمل بالحديث من أكل أو شرب ناسيا سواء ليس في الحديث هذا الشرح سواء في فرد أو في نف فعليه أن يتم صيامه وعندنا أصول في ذلك ربنا لا تؤاخذنا النسين أو أخطأنا اللهم أمين ووضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكراعين نعم سائل يسأل عن حكم من مات ولم يقضي ما عليه من الصيام نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان مريضا مرضا لا يرجى الشفاء منه مرض مزمن فهذا حكمه الإطعام نعم فهو انتقل من الصيام إلى الإطعام فيطعم عنه إن كان هو مريض مرضا يرجى الشفاء منه ولم يعيش بعد رمضان حتى قضى ما عليه فهناك أيضا خلاف بين أهل العلم نعم منهم من قال يصام عنه يصام عنه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه نعم طب ده نص في المسألة لماذا الخلاف لأنه وردت رواية من صام من مات عليه الصيام ونزر ورد كلمة نزر نعم فهذا الذي أدى إلى الخلاف فقصروا يصام عنه إذا نزر على نفسه صياما وقالوا إن عمرة لما سألت عائشة رد الله عنها أن أمها ماتت أو يعني أحدا مات وعليها صيام تصوم عنها فقالت أطعيمي عنه نعم وأمه منها هي التي روت حديث من مات عليه الصيام صمعا وليه والتي أفتت نعم بأن تطعم عنه ولكن عندنا في القواعد أنه إذا تعارض رواية الصحابي مع النص قدمنا النص إذا لم نستطع أن نجمع فقدمنا النص على قول الصيام قدمنا النص نعم فالراجح أنه يصوم عنه وليه أوليائه يصومون عنه سواء في رمضان أو صيام النزر والله أعلم نعم تمام سائل يسأل شيخنا الحبيب هل يلزم التتابع في قضاء رمضان أم لا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر فأطلق سبحانه وتعالى فلا قيد نعم يعني لم يقيد ولا أعلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورد تقييد نعم لهذا الإطلاق فبالتالي فإنه يجوز أن نصومها على التراخي نعم لكن إذا ضيق الوقت في شعبان يعني مثلا عليه ستة أيام نعم وبقي على رمضان ستة أيام أو سبعة أيام فإنه خلاص يبقى ضيق الوقت وليس على التراخي يبقى انقطع التراخي لكن التراخي طوال العام وأم من عيشة كانت تقول كان يكون عليها الصيام ورمضان فلا أقضي إلا في شعبان لشغلي بالرسول الله عليه الصلاة والسلام لكن طبعا الإنسان يسارع إلى الطعام يسارع إلى الطعام فذلك يعني أولى مع جواز التراخي نعم جواز التراخي تمام سائر يقول أكل أو شرب ثم تبين له أن الفجر قد أذن فماذا يفعل؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه المسألة لابد أن نبين شيء كما سبق أن بينا في مسألة الوقت نعم فالمسألة دي لما تكلم عنها الفقهاء القدامى تكلموا في وقت لم تكن فيه يعني محددات للوقت أو معرفة بالوقت نعم فكان الاعتماد على الشمس واعتماد على الأزان فربما لا يستمع للأزان لو كان المسجد بعيدا لا يستمع صحيح أو ربما تغيم الشمس أو لا يتبين له طلوع الفجر فالفقهاء تكلموا هنا قالوا مثلا في الصائل الذي أكل أو شرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع أو أزن قالوا الأصل مقاء الليل نعم وبالتالي فهو يستمر في صومي لكن نقول الآن أنت تعلم الساعات والمنبئات والتليفونات محددات الوقت بل في برنامج أزان دي الوقت ايو صحيح برنامج أزان فأنا أقول أن المسألة يعني لا أقول على الإطلاق ده أنه أكل أو شرب ثم تبين لا طلوع الفجر إن كان قصر نعم يعني لم ينظر إلى ساعته لم ينظر إلى هاتفه لم ينظر إلى الساعة المعلقة على الحق إن كان قصر أقول لا فليصم يوما مكانه لكن يبقى الكلام الفقهاء على الذي لم يقصر يعني لم يقصر نفترض أنه في مكان ليس فيه ساعة أو ساعة توقفة لا يسمع أزانة نفترض هذه الصورة فالأصل بقاء الليل فليتم الصيام والله أعلم اللهم أمين شيخنا الحبيب السؤال الأخير لضيق وقت حدقتناك ربنا يا بارك فامر حضرتك أحفظك من كل سوء ما حكم من أفطر متعمدا في نهار رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه كبيرة من الكبائر نعم أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان هذه كبيرة من الكبائر وقد ورد أن ابن مسعود على ما أتذكر قال عليك فيه صيام الظهر وإن صامه نعم يعني صيام السنة بكاملها أو الظهر على العموم وإن وإن صامه فهذه كبيرة من الكبائر وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والجمهور على أنه يقضي يوم ما كان مع التوبة نعم مع التوبة يقضي يوم المكان لكن هناك من أهل العلم من قاصوها على الجماعة يعني يصوم شهرين متتابعين فلم يستطفى الكفارة أيها قالوا يعتق رقبة لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين لم يستطيع ينتقل إلى الإطعام فمن أهل العلم من قاصها بجامع انتهاك حرمة شهر رمضان فقال أنه الجامع هنا في الجماع قالوا أنه انتهاك حرمة شهر رمضان نهار شهر رمضان وهنا إذا انتهاك حرمة شهر رمضان فجمعوا بينهم وقال عليه الكفارة المغلزة حتى نبين للناس يعني مسألة ليست يسيرة وليست سائرة ارتكبت كبيرة من الكبائر وهناك من أهل العلم أن كنت لا أرجعه لكن هناك من أهل العلم أن عليك أن تصوم شهرين متتابعين نعم أو أن لا تستطيع تصوم الصيام فعليك أن تطعم ستين ستين مسكينة نعم قالوا لأن الجماع قالوا الطعام والشراب لا يصبر عليه نعم لأنه يكون في كل وقت الإنسان يمتنع عنه لا يصبر لكن يتياني الزوجة يصبر عليه وفي الغالب يكونه ليلا صحيح وفي الغالب يكونه ليلا فالراجع أنه يقضي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كبيرة من الكبائر نعم أنه أفطر متعمدا ويصوم يوما مكانه والله أعلم طيب الشيخ الحبيب نغتنم هذه الفرصة يعني حاجة طرقتها نقطة مهمة جدا ونحن نتحدث الآن عن رجل يسأل في أنه أفطر يوما في نهار رمضان ما هي النصيحة التي توجهها في نهاية هذه الحلقة لا أقول من أفطر يوما بل لمن نراهم للأسف يفطرون عمدا في نهار رمضان وكانوا قديما شيخنا الحبيب يستحون يعني بيستخبوا الآن يجهرون بشرب الدخان والمحرمات في نهار رمضان أمام الناس ما هي نصيحتك لمن يفطر في نهار رمضان لعل هذه النصيحة تجد من يكون يسمع لها وقد يكون مفطرا فيستجيب لها إن شاء الله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الحقيقة إن مسألة الإفطار في نهار رمضان التي انتشرت ونراها بكسرة كما ذكرت حضرتك إنه كان المفطر كان يختفي كان بيتكسف صحيح ويستحي الآن للأسف ربما تمر على بعض المقاهي وتجد بعض الناس وتجد في وسائل الموصلات من يجهر بالإفطار فأنت تجاهر بمعصية الله نعم أو أنت تشرب أمامي أو تأكل أمامي تبتغزني صحيح لا لا تغزني في شيء نعم إنما أنت أشفق عليك على نفسك نعم أنت تجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أمرك أن تمتنع عن الطعام والشراب والشحوة أن تصوم لله سبحانه وتعالى وأنت تجاهد بمعصية الله سبحانه وتعالى فهذه كبيرة نعم كبيرة هذا ركن من أركان الإسلام الخمسة فأنت هنا يعني إيه تقود ركنا من أركان الإسلام الخمسة نعم أنت تقر بالصيام لو جحد الصيام هذا ينتقل إلى الكفر والعاذ بالله لكنه أظنه لا يجحد بالصيام لكنه يعني هو جاهل للأسف يعني من يفعل ذلك أراه جاهلا أراه جاهلا أنه يعني يفتر أمام الناس يا أخي حتى إذا ابتريتهم فاستتروا فاستتروا يعني لا تجهر بإفطارك أمام الناس واعلم أنه كما قال ابن مسعود وغير واحد من السلب أن إفطار يوم واحد من رمضان لا يعوده صيام السنة وإن صمت السنة بكاملها فلن يعوده فيا أخي وإي أختي هذا صيام عبادة وركن من أركان الإسلام وهي مهما شقت فأنت في أجر أنت في أجر وفي مسوبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى والصيام كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذبه يطرق طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام له أجر مخصوص له أجر مخصوص فالإنسان عليه حتى بعضهم يقول لم أتعود على الصيام هذا خطأ الأهل لم يعودوا أبنائهم على الصيام كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أبنائهم الصيام من سن الطفولة المبكرة وإذا جاء الولد أو احتاج إلى الماء عطش كانوا يعطونها اللعبة من الصوف يلعب بها حتى ينسى الطعام والشراب فنصيحة للأهل عودوا أطفالك وهم صغار على الصيام ونصيحة للذي يفطر في رمضان متجرئا على معصية الله سبحانه وتعالى يقول يا أخي يا أختي إن الموت يأتي فجأة ولو أتاك الموت وأنت في معصية الله سبحانه وتعالى فأنت على خطر فأنت على خطر فهذه أوامر الله سبحانه وتعالى ونوهي فعلينا أن نحترم ذلك والله نعم فضلت الشيخ الحبيب دكتور متولي براجيلي جزاك الله عنها خيرا ورضي الله عنكم ربنا باركنا الله مجاهدين الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة على شاشة قناة النذى بصحبة نخبة من علماء الأمة ودعاتها سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون